يعني حنقولها كاقتراحات للسادة المشاهدين وكل واحد ياخد المقترح اللي يناسبه يعني الحقيقة اول كشف حساب ممكن تعمله انك انت حضرتك تعمل صفحة فورسكات زي ما حضرتك قلت كده اسامها بالنص وتكتب انا من هؤلاء وانا لست من هؤلاء وترحواخد خط وتكتب تحت هؤلاء نقول الاول اللي لست من هؤلاء العنوان بتاعها لست من هؤلاء ومن هؤلاء اسمنا الصفحة بالنص هنقول الصفحة الجزء اللي في الشمال لست من هؤلاء اسأل نفسك واحد اتعرض لغسيل كلوي اتنين عندي سرطان تلاتة عندي اعاقة اربعة انا في السجن خمسة انا كافر ستة انا مشرك سبعة انا ملحد تمانية انا فاسق تسعة وهكذا يحط اسئلة هو لا يتمنى انها تحدث ليه ويشوف هي مش موجودة فيه اساسا يبقى يعرف عظيم النعمة بانه ليس من هؤلاء يبقى مش محتاجين بقى ان يعرف انت من مين انت لو مسلم موحد بالله صحيح في جسدك الديانة ما بيخبطوش عليك حياتك فيها قناعة عندك اسرة طيبة عندك اولاد صالحين او بتحفظ على صلاتك يبقى الحقيقة دي نعمة كبيرة جدا لقولي صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سر به معافا في بدني عندها قوت يوم فقط حيزة له الدنيا يبقى كاش في الحساب الاولان اللي انا باقترحه تكتب انا من هؤلاء وانا لسته من هؤلاء لازم كل واحد فينا يشوف عظيم النعم اللي هو فيه عشان احنا بنشك كتير قوي ومحدش فينا بيفتكر العطاءات الالهية اللي ربنا انعم بها عليه افترض انك تعرضت لخسارة مادية طب ما تشوف ان انت ما عندكش مرض مزمن افترضنا ان انت تعرضت الانفصال عن زوجتك طب ما تشوف ان حضرتك الحمد لله رب العالمين عندك الفرصة انك تتجوز تاني وتعمل ارتباط تاني بفضل الله سبحانه وتعالى وافترضنا ان واحدة بتعاني ان خطبها انفصل عنها وسبها طب ما تشوفي لو كانت النتيجة انه سابك وانت حامل او انت عندك اولاد وسبلك البيت وطفش وخانك مع واحدة تالية القسارة القريبة يبقى اذا لازم الانسان يشوف المقابل للنعمة علشان تعرف قيمة النعمة لازم تشوف المقابل للنعمة عشان كده اقولك ايه عرفت الشر كي اتقي ومن لا يعرف الشر يقع فيه بضدها تتمايز الاشياء لازم نعرف المرض لازم نعرف المرض ونشوف المريض عشان نعرف قيمة الصحة لربنا دهانا لازم نشوف واحد ملحد عشان تعرف قيمة ايمانك بالله لازم تشوف واحد مشرك عشان تعرف قيمة توحيدك لله لازم تشوف واحد غير مسلم عشان تعرف قيمة اسلامك لله لازم تشوف قيمة واحد فاسق عشان تعرف قيمة التزامك بالله لازم تفتكر الناس اللي ماتت على المعصية علشان تعرف قيمة التزامك يا أيها الذين أمنوا بتقول الله حقا تقاطي ولا تموتن إلى أنتم مسلمون لازم الإنسان يعايش النعمة بمعرفة تصور سلبها لأننا للأسف لا نعرف النعمة إلا حين سلبها والصحة تتاجون على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى انت ماشي برجلك طبيعي إنما لو واحد عنده شال الله يشفيهم ويصبرهم طبعا ويرزقهم الصبر والسلوان والتثبيت ويبشرهم ربنا بيعوض عنهم عما لقوه في الجنة فأنا بقولك لما تشوف واحد عنده إعاقة أو لا يستطيع الماشي فأنت تقول أنا غني أنا أحسن واحد في الدنيا لأننا لو جينا للإنسان اللي عنده الإعاقة ده أو اللي عنده النعمة سلبت منه نقوله بكم تشتري عودة هذه الجريحة أنا متأكد أن أي واحد يقولك بملء الأرض زهبا يبقى أنت غني يبقى أنت عندك سر وانت مش عارف إيمتها لازم تعرف إيمتها كويس قوي كتير جدا من الناس اللي بيشتكوا من وجود نعمة عنده هو ما يعرفش هي إيه إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد حاله لأن يا جماعة القانون بتاع ربنا إن ربنا بيقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون ده مقترح لكشف حساب نقدر نقدمه بنسميه كشف حساب النعمة أنا من هؤلاء وأنا لست من هؤلاء